لم تفرق نيران الحرب المشتعلة في السودان بين أبناء الوطن وأبناء الجليات الأخرى حيث حصدت مئات الأرواح ما بين سودانيين وجنسيات أخرى من بينها المصرية ولم تتوقف نيران الحرب حتى هذه اللحظة تارك وراءها مئات القتل السودانيين بينما زادت المآسي واحدة تلو الأخرى وذلك عقب اختفاء طبيبتين مصريتين لأيام ولم يعثر لهم على أي أثر تبين لاحقا أنهما توفية بمنزلهما بعد تعرضوا لقصف ليتم دفنهم في حديقة البيت نعت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم الطبيبة المصرية وشقيقتها وقالت في بيان رسمي لها أنها وجدت متوفاهية وشقيقتها تحت أنقاض منزلها بعد استهدافه بصواريخ مؤكدة أنها كانت مثال التفاني والعطاء بدأت التفاصيل نهاية شهر إبريل الماضي هنا انقطع الاتصال بطبيبة التغدير المصرية القبطية مجدولين يوسف غالي التي تعمل في السودان منذ سنوات مع زوجها الطبيب جورجو بوتروس وشقيقتها مجدى طبيبة الأسنان وحظيك بحبه وتقدير أهالي منطقة العمارات بالخرطوم لخدمتها الكبيرة وحصن معاملتها للمرضى وجهدها الكبيرة خلال أزمة كورونا وفور انطلاق الاشتباكات بدأت الطبيبة مجدولين المصرية في العمل بإسعاف المصابين من القصف تطوعا ولم تتوقف خدمتها على سكان منطقتها بل امتد نشطها للمناطق المجورة وتبادل السكان في الولاية رقم هاتفها عبر مجموعة تطبيق واتساب التي دشنت خصيصا لهذا الغرض لكن في صباح يوم سبع مايو الجاري وبعد فشل كافة الجهود للتوصل للطبيبة المصرية قرر عدد من معرفها المغامرة والوصول لمنزلها لاستطلاع الأمر حيث كانت الصدمة كبيرة على الجميع عندما عصروا على الطبيبة وشقيقتها تحت أنقاض العقار الذي تهدمت أجزائه من جراء تعرضه للقصف بسروح الصدمة الأكبر التي واجهت الجميع كانت في البحث عن وسيلة لتجهيز الجثمين ودفنهما خارج المنزل والخروج بنعشيهما في ظل الخطر الذي يحيد بالمكان حيث القصف المتواصل ولذلك ظل الجسمان في المنزل بحثا عن مخرج آمن للمرور منه ودفنهم أطلقت لاعبة منتخب السودان للسيدات أزهر شلقامي استغاثة تطلب فيها دفن جدتها طبيبة التخدير مجدولين يوسف غالي التي سرعت هي وشقيقتها طبيبة الأسنان مجدة في أحداث السودان وبعد أيام تقرر السماح بدفن الجثمين في حديقة المنزل بمتابعة من الكنيسة الإبتية في أم دورمون وبواسطة فريق كامل من الأطباء أشرف على عملية الدفن فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان فيديوهات لعملية الدفن وسط عاصفة من الغضب ومطالبات بوقف الحرب وحقن الدماء ومن جانبه وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حكومته بضمان العودة الآمنة للمصريين من السودان وتوفير ما يلزم من خدمات إغاثية وطبية وغذائية في المعابر البرية بين مصر والسودان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر